قال معالي وزير الخارجية السابق الأستاذ ناصر جودة أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يحظى بتقدير واحترام وثقة كل دول العالم بمختلف هيئاته ومؤستساته ومرجعياته الدينية وأشار خلال استضافته على برنامج عين على المشرق أحد البرامج الخاصة لنورسات الفضائية مكتب الأردن والذي يقدمه الأب نبيل حداد رئيس المركز الأردني لبحوث التعايش الديني إلى أن الأردن أصبح مثالاً يشهد له القاص والداني في الوئام والتسامح حيث يتآخ فيه المسلمون والمسيحيون بمحبة صادقة حتى بات يشكل إنموذجاً فريداً في العيش المشترك وأضاف الأردن أنا دائماً أقول علاقاته مميزة مع الجميع الاحترام للأردن في كل مكان في العالم قنواته مفتوحة مع الجميع إن فتاحه على العالم معروف لدى القاص والداني رسالته معروفة فلذلك اللي كنت أقوله للدبلوماسيين بقوله أن أنا كوزير خارجي طريقة أمامي مفتوحة الأبواب كانت مفتوحة الموضوع مش ناصر الموضوع هو وزير خارجي جلالة الملكة ووزير خارجي المملكة الأدومية الهاشمية وزي ما تفضلت يا سيدي سبقونا الرعيل الأول وبنينا على الإنجازات اللي هم أنجزوها وإن شاء الله هذه دولة المؤسسات بيستمر النهج هذا على طول ما بتصدق أبونا وأنت تعرف بحلك وترحالك وأسفارك ونشاطاتك في الخارج على مدى سنوات عديدة تعرف تماما بأن الأردن كلمته مسموعة والأردن كلمته محترمة الدروس والعبر ملخص بسيط يعني أنه نحن دولة منفتحة على العالم ننتهج الحوار كأساس لحل أي موضوع أو لمناقشة أي موضوع وهذا مفخرا اشتركوا في القناة